اشتركوا في القناة هي تساوي 15% كيلو جول لكل مول احسب انثال في الانجماد لهذا الحامض حين قلنا ذلك الدرس ان انثال في الانصهار الانصهار هو التحول من الحالة الصالبة الى الحالة السائلة والانجماد هو التحول من الحالة السائلة الى الحالة الصالبة فان انثال في الانصهار تساوي انثال في الانجماد لكن بعكس الاشارة يعني القيمة الرقمية نفسه لكن الاشارة مختلفة حيث الانصهار هو عملية ما صدلت ايش مالتها موجبة والانجماد هو عمل يباعثة حيث دلت H لها سالبة فمن يقول لنا انثال بيتر انصهار معناته نكتب معادلة انصهار الحامضة لخليك هذا هو CH3 COOH هذا سولد ينصهر هذا فيوجين فيوجين انصهار يتحول الى CH3 COOH سائل الدلت H مال هذا الانصهار دلت التساوى موجب 5 عدد صحيح 11% كيلو جول لكل مول اذا هو عملية موصل الحرارة مثال بيتر هذه انثال بيتر انصهار عكس هذه انثال بيتر انجماد نقلب المعادلة فاتصل عندنا CH3 COOH السائل هذا اللي يكون السائل الانجماد هو كريستاليزيشن كريستاليزيشن هذا كريستاليزيشن انجماد يصير CH3 COOH هذا صالد صار صالب تحول من سائل الى صالب هذه هي انثال بيت الانجماد فالدلت H مالتها هي صالب 5.11% كيلو جول لكل مول صالب 5.11% كيلو جول لكل مول اذا نقدر نقول انه دلت H دلت H fusion الانصهار دلت H fusion تساوي صالب دلت H كريست اللي هو كريستاليزيشن صالب دلت H fusion تساوي صالب دلت H كريست وتساوي صالب 5.11% كيلو جول لكل مول صالب 5.11% كيلو جول لكل مول اذا انثال بيت الانصهار تساوي انثال بيت الانجماد هاي انثال بيت الانصهار دلت H موجو هاي انثال بيت الانجماد دلت H سالب وحدة مثل وحدة نفس الرقم نفس القيمة لنفس المركب لكن اشارة مختلفة انثال بيت الانصهار هي عملية ماصة دلت H موجو وانثال بيت الانجماد هي دلت H سالبة وعمل يباعث الحرار عندنا موضوع جديد هو طرق حساب انثال بالتفاعل أولا حتى نحسب دلتا اي اش للتفاعل دلتا اي اش ار لدينا قانونيا أو عملية حسابية لحساب انثال بالتفاعل القانون الأول يسمونه طريقة قانون هيس قانون هيس يعتمد على ما يقول بي ناس هذا القانون هيس تحفظون الناس مالتا عند تحويل المتفاعلات إلى النواتج فأن التغير في انثال بالتفاعل هو نفسه سواء تم التفاعل بخطوة واحدة أو بالسلسل من الخطوات إذن قانون هيس يقول عند تحويل المتفاعلات إلى النواتج فأن التغير في الانثال بالتالتا اي اش هو نفسه نفس الرقم نفس القيمة سواء تم التفاعل بخطوة واحدة أو بالسلسل من الخطوات أساس اعتماد العلماء على قانون هيس لإيجاد انثال بالتفاعل هو أن بعض المركبات لا يمكن إيجاد انثال بالتفاعل من عناصرها الأساسية لا يمكن يجاد إنثال بيت تكوينها من عاصرها الأساسية بسبب أن هناك نواتج ثانوية ممكن أن تحدث أثناء التفاعل أو أن قصة من هذه التفاعلات هي تفاعلات تسير ببطء تفاعلات بطية فتحتاج إلى وقت طويل حتى يتم التفاعل لذلك يلجأون إلى موضوع قانون هيس فقانون هيس بالأساس هو كيف يلد في الامتحان يعني كيف يأتي السؤال عن قانون هيس في الامتحان يأتي السؤال عن قانون هيس في الامتحان وذلك بإعطاء معادلتين أو ثلاث معادلات ينطيكم والمعادلة إما تكون جاهزة ينطيكم ياها جاهزة المعادلة كل أحد من عندها دلت إيش مالتها معلومة سواء موجب أو سالبة ومثل المعادلتين وأكون معادلة ثالثة هذه المعادلة الثالثة الدلت إيش مالتها مجهولة فيريد من عندنا الدلت إيش لهذه المعادلة أو ما إذا انطلنا ثلاث معادلات فينطينا ثلاث معادلات أكون معادلة رابعة هاي المعادلة الرابعة تكون مجهولة الدلتا ايج ذني المعادلات الاثنين او الاثلاثة نجرى عليهم تغيير نجرى عليهم تغيير بحيث انه مجموع ذن المعادلات الاثنين او الاثلاثة يؤدن الى انه تطلع عندنا المعادلة المطلوبة الدلتا ايج لها نجمع الدلتا ايج ما لثلاث معادلات يطلع عندنا الدلتا ايج ما للمعادلة النهائية من نجمع المعادلات كل شيء متشابه يمين السهم ويسار السهم يحدف لازم متشابه بنفس الطور أو بنفس الصورة مثلا ماء سائل مع ماء سائل ماء بخار مع ماء بخار ماء ثلج مع ماء ثلج غرافية مع غرافية ماس مع ماس لا يجوز حذف لا يجوز حذف الماء السائل مع الماء البخار الماء السائل مع الماء البخار ما يجوز حذفه لازم تحذف المواد من نفس الطور ومن نفس الصورة ومن نفس النوع هي في جهتين مختلفة أما اللي بنفس الجهة مثلا يسار السهم ومتشابه فهذا ينجي مع جامع اعتيادي واللي هو يمين السهم ومتشابه فهذا ينجي مع جامع اعتيادي من راح نحذف كل شيء متشابه يمنوا وإسرائيل نحذفه راح تصفي عندنا المعادلة المطلوبة تصفي عندنا المعادلة المطلوبة فالإجراءات اللي راح نأخذها على هذه التفاعلات والمعادلات هي حسب الحاجة احنا ينطينا ثلاث معادلات ونشوف المعادلة المجهولة الضلام لها ماذا نجري تغيير على هذه المعادلات الثلاث شهن الإجراءات اللي نتخذها عليها يجوز واحدة من المعادلات تبقى كما هي يجوز واحدة من المعادلات تقلب الالتقلب تقلب إشارة الضلام أو التقسم على الرقم تقسم الضلام مالتها على نفس الرقم أي ما يجرع على المعادلة يجرع على الدلت ايش أي أنه ما يجرع على المعادلة يجرع على المتفاعلات والنواتج والدلت ايش المتفاعلات والنواتج والدلت ايش كلهم يجرع عليهم نفس الإجراء أما كلهم من ضربون أو كلهم من قسمون أما إذا القلب فبس تنقلب الإشارة إشارة الدلت ايش ونبدأ بالأمثل لتطبيق هذا القانون قانون هيس عندنا مثال رقم سبعة المثال يقول احسب انثال بالتكوين القياسي للمركب CS2 ثوناء كبريتيد الكاربون هذا سائل ثوناء كبريتيد الكاربون من عناصره الأساسية بأثبت صورها احسب انثالبية التكوين القياسي للمركب CS2 من عناصره الأساسية طبعا إذا كان المطلوب الدلتا ايش لمعادلة هي معادلة تكوين يعني انثالبية تكوين قد لا تعطى المعادلة بالسؤال يعني خليها عليكم يعني انتو تكتبون انثالبية التكوين باعتبار انثالبية التكوين هو ان نكون مو الواحد من المركب من عناصره الأساسية بأثبت صورها فمن يقول لنا احسب انثالبية التكوين للCS2 من عناصره الأساسية بأثبت صورها يعني بمعنى هو هذا المطلوب تكوينه هذا هو CS2 ثوناء كبريتيد الكاربون لكود ثوناء كبريتيد الكاربون السائل اذا هذا مين جاي هذا شنعناصره كاربون وكبريت الكاربون نحن نقول لازم يكون بأثبت صورة وهو القرافيت الكاربون لازم يصير القرافيت والكبريت لازم يصير معيني إذن اس معيني وحتى تتوازن المعادلة هذا يضرب بثنين إذن المعادلة المطلوبة من عندنا هو أن يتفعل القرافيت مول واحد من القرافيت سي مع مولين كبريت يطلع عندنا مول واحد من سي اس دو ثنائي كبريت في الكاربون السائل ثنائي كبريت في الكاربون سي اس دو هذا الاس ما يصير نكتب اس دو هذا بس بالعناصر السبعة الحرة تنكتب ايتش تو ايف تو انتو سي ارتو بآتو ايتو بس دولة أما بالنسبة للعناصر هذه النافلزية الصليبة هاي عدد المولاء تنكتب على اليسار مو اس تو لازم تو اس وبالنتيجة من يصير عدد مركب يصير سي اس دو تتقدم هاي الاثنين تصير على اليمين المعادلات اللي منطينا ياها حتى نلقي الدلتة HR لهذه هيها عبارة عن دلتة HF حتى نلقي الدلتة HF لهذه المعادلة مجهولة هيها المطلوبة شو منطينا؟ منطينا ثلاث معادلات المعادلات هي الأولى C-Graphic زائد O2 المعادلة الأولى اللي منطينا ياها C-Graphic زائد O2 غواز ينطينا CO2 ثاني أكسيد الكاربون والدلت H ما لها المعادلة دلت HR سالب 394 كيلو جول لكل مول سالب 394 كيلو جول لكل مول S معيني زائد O2 كبريت معيني AS معيني هذا زائد O2 غواز ينطينا SO2 ثاني أكسيد الكبريت ASO2 أدلت H ما تسالب 296 سالب أدلت H سالب 296 كيلو جول 296 كيلو جول طبعا هالي كل مول لأن هالي صالبية تكوين تقريبا ومعادلة الثالثة CS2 زائد 3 O2 معادلة الثالثة CS2 هذا اللي كود السائل وهذا المطلوب CS2 زائد 3 O2 غاز ينطينا CO2 زائد 2 SO2 CO2 زائد 2 SO2 CO2 زائد 2 الثالثة HR مالتا سالب 1072 كيلو جول الثالثة HR مالتا سالب 1072 كيلو جول سالب 1072 كيلو جول هاي المعادلة كاربون واحد كاربون واحد كبريت اثنيا كبريت اثنيا اوكسجين ستة هاي اثنين واربعة ستة معادلات الثالثة الموزونات هسا المطلوب عندي دنة ثلاثة معادلات كل وحدة دلتة HR مالتها معلومة والمطلوب الدلتة HR لهذه المعادلة بالأخضر مطلوب الدلتة HR لهذه المعادلة بالعلاة اذا اخذ اجراءات على دنة المعادلات بحيث انه مجموعهن يطلع لهذه المعادلة انا اريد مول واحد من القرافية يتفاعل مع مولي من الكبريت اريد مول واحد من القرافية يتفاعل بالمتفاعلات ابقى على القرافية القي بالمعادلة الاولى والقرافية بالمعادلة الاولى هو مول واحد وانا رايدة مول واحد بالمتفاعلات اذا المعادلة الاولى تنزل على حالها اذا المعادلة الاولى تنزل على حالها سالسي القرافية زائد او تو غاز ينطين CO2 غاز الدلت ايش ار مالته الدلت ايش ار تساوي سالب 394 سالب 394 كيلو انا اريد مولين من الكبريت المعيني يتفاعلون والغرافيت مولين هذا هو الكبريت المعيني القيب المعادلة الاولى الثانية واحد مول انا رايدة 2S مولين اضرب المعادلة الثانية كلها باثنين اضرب المعادلة الثانية كلها باثنين اضربها باثنين حتى اضاعف هذا الكبريت اضاعف هذا حتى يصير اثنين فاذا المعادلة الثانية تضرب باثنين تصير 2S هذا معيني زائدا 202 ينطين 2SO2 كلها تنضرب باثنين المتفاعلات والنواتج والدلت ايش ار الدلت ايش ار تساوي سالب 592 سالب 592 كيلو جول سالب 592 كيلو جول انا اريد CS2 مول واحد وبالنواتج هذا CS2 اريده مول واحد ويصير بالنواتج هسا عندي CS2 بالمتفاعلات هو مول واحد بس بالمتفاعلات انه اذا بالنواتج اذا تقلب المعادلة الثالثة المعادلة الثالثة تقلب يعني هاي النواتج تجيب المتفاعلات والمتفاعلات تروح على النواتج وتقلب اشارة الدلت ايش تقلب اشارة الدلت ايش تتحول من سالب الى موجب إذن المعادلة الثالثة CO2 هذا CO2 غاز زائد 2SO2 2SO2 غاز ثاني أكسيد الكبريت هذا غاز وهذا غاز ينطين CS2 هذا الثالث ثاني أكسيد الكبريت زائد 3O2 هذا غاز الدلت HR راح تصير موجة 1072 كانت سالب 1072 صارت موجة ب1072 هسه راح نجمة كل شي متشابه يمين السهم ويسار السهم ينحذف على شرط قلنا نفس الطور كل شي متشابه بنفس الجهة يسار السهم أو يمين السهم ينجمع جمع اعتيادي هذا CO2 ويه النواتج باليمين وهذا CO2 بالمتفاعلات هذا يمين السهم وهذا يسار السهم ينحذف هذا 2S أو 2 غاز بالنواتج وهذا 2S أو 2 بالمتفاعلات هذا ينحذف نجعل الأكسجين هذا الأكسجين 1 مول بالمتفاعلات وهذا 2 مول بالمتفاعلات دولين جمعون هذا 1 زائد 2 ثلاثة عندنا بالمعادلة الثالثة بالنواتج 3 مول أو 2 إذن هذا 1 زائد 2 ثلاثة ينحذفون ويدولا الثلاثة فدولا كلهم ينحذفون 1 زائد 2 ثلاثة ينحذف إلى ثلاثة صفة عندنا المعادلة المطلوبة صفة عندنا C ذو لماذا نحذفه C زائد 2S كبريت معيني ينطينا سائل CS2 السائل إذن C زائد 2S ينطينا السائل ثنائي كبريتي ده الكاربون نجمع الدلت HR حتى تطلع الدلت ما لها المعادلة دلت HR تساوي ذن سالب وسالب نجمعهن وياخذن إشارة سالبة 4 و 2 6 9 و 9 18 8 و 1 و 8 9 هاي بالسالب 986 وياهن بالموجب 1072 موجب وسالب العملية طرح والإشارة الأكبر الأكبر موجب إذن إشارة موجبة الأكبر 1072 موجب إذن موجبة نطرح هذا الرقم من هذا يعني كأنما هذا يصير بالأسفل وهذا بالأعلى يعني 12 تروح 6 6 بقينا 6 6 طاعة تروح 8 8 بقي 9 يروح 9 0 إذن 86 كيلو جول لكل مون 86 بالموجب تفاعل مص إذن الدلت HR لهذه المعادلة المطلوبة هي 86 كيلو جول لكل مون هذا هي الدلت HR لهذا التفاعل نأخذ مثال آخر تمرين رقم 8 تمرين رقم 8 يقول احسب انثال في التكوين القياسي للأستلين هذا غاز C2H2 من عناصره الأساسية احسب انثال في التكوين للأستلين من عناصره الأساسية هم نأخذ معادلة تكوين الأستلين معادلة تكوين الأستلين الأستلين هو C2H2 هذا هو الأستلين C2H2 غاز إذن مين يجي هذا الأستلين مين يجي يجي من كاربون والكاربون غرافيت وهيدروجين وهيدروجين غاز إذن C غرافيت زائد الهيدروجين H2 هذا غاز هذا كاربون 2 إذن نضرب هذا 2 هيدروجين 2 هذا 2 إذن 2C غرافية زائد H2 هيدروجين يطلع C2H2 هاي إنثالبية تكوين الأسترين من عناصره الأساسية بأثبت صورها الدلت Hr أو الدلت HF إنثالبية التكوين هي مجهول دلت HF لهذه المعادلة مجهول منطينا معادلات ثلاثة ومن هذه المعادلات يريد من عندنا الدلت H لهذه المعادلة عندنا C زائد O2 نطينا CO2 C غرافية المعادلات المنطيناها C غرافية زائد O2 غاز ينطينا CO2 ثاني أوكسيد الكاربون الدلت Hr مالتا سالب 394 كيلوجود سالب 394 كيلوجود المعادلة الثانية H2 زائد نصف O2 معادلة الثانية H2 غاز زائد نصف O2 غاز ينطينا H2O سائل سائل الماء الدلت Hr مالتا تساوي سالب 286 كيلوجود سالب 286 كيلوجود المعادلة الثانية H2 زائد 5O2 2C2H2 غاز زائد 5O2 غاز ينطينا 4CO2 زائد 2H2O 4CO2 غاز زائد 2H2O سائل الماء الدلت H مالتا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة